مرحبا عزاء متابعي قناة بلين بيعين عربية الفيديو ما تتلمه عن تطبيق تليجرام وتحديدا عن هذه المشكلة إذا حاولت تسجد دخول رح يظهر عندك ادخال الرمز لقد أرسلنا الرمز إلى تطبيق تليجرام للرقم في جهازك الآخر قبل ما أبلي شرح هذه المشكلة والأسباب والحلول أتمنى من كل شخص يدخل على هذا الفيديو لينسى دعم قناة بلين بيعين عربية باشتراك لايك ويفعل زر الجرس حتى يوصلك كل شي جديد من عندي والجديد على قناتي قناتي اسمها بلين بيعين عربية قناتي مختصة في التطبيقات ومشاكل التطبيقات والآيفون ومشاكل آيفون واجهات حلول هذه المشاكل في البداية لوحدة في التطبيق تليجرام وحاولت تسجد دخول رح تظهر عندك هذه الرسالة بالضبط هذه الرسالة لقد أرسلنا رمز إلى تطبيق تليجرام للرقم هذا الرقم مالك رح يكون جهازك الآخر فيرسلوا لك الكود أنت تخلي لكن أنت بالأصل مدى يوصلك الكود لكن أنت الكود مدى يوصلك على الهاتف هذه تحمل احتمالين احتمال الأول أنه أنت فاتح الحساب مالتك أو التليجرام مالتك في جهاز ثاني مثل ما تعرفون الميزة الموجودة في تطبيق تليجرام أنه تقدر تفتح نفس الحساب بعدة أجهزة 4 أو 5 تقدر تفتح فممكن أنت فاتحه بكمبيوتر أو فاتحه بهاتف ثاني ومسحة الهاتف أو طفل هاتف أو عطل رح يبقى هناك فعال أو فتحته بحاسبة ولغيت الحاسبة ولغيت التطبيقات بس ما سجلت خروج رح يبقى فعال حذفت الآن التطبيق هناك فعال فرح يوصل الكود هناك حتى لو مطفي ما رح تقدر تدخل عليه الاحتمال الثاني أنه فيه شخص كان يتجسس عليك وهو اللي فاتح لحساب مالتك والآن ديوصل الكود فهذا الشي اللي حبيت اشرح لكم يا أنه هذا السبب مال للحل فما موجود حل إلا أنه تحاول تفتح الهاتف الثاني أو تحاول توصله أو أنه تطبيق تليجرام ينزل حل جديد وإلى الآن بتاريخ اليوم 25-22-2023 ما نزل حل ممكن بعد أسبوع ممكن بعد شهر ممكن ما ينزل ما نعرف أما حاليا ما موجود إلا أنه تنتظر أنه ينحذف حسابك ووراها رح تقدر ترجع تعمل تليجرام نفس الرقم أما بالنسبة لو كنت أنت متأكد أنه فيه شخص ثاني ما أخذ حسابك فالعظم تبلغ عليه تدخل على تطبيق تليجرام رح تلك الرابط الدعم بصندوق الوصف رح تبلغ أنه تقول هذا الشخص مهكر حسابي وتبقى تتواصلوا إياهم إلى أن يحلوا لك المشكلة نقطة واحدة حاب أقولها أيضا أنه دائما ندخلوا على تطبيق تليجرام من الإعدادات الأجهزة مثل ما تشاهدون الأجهزة اللي موجودة عندي هو الجهاز مالتي لو حبيته شفتوا جهاز ثاني هنا فقط اعملوا إنهاء الجلسات الأخرى حتى يطلع من ذاك الحساب ودائما فعلوا التليجرام برمز المصادقة الثنائية هنا الخصوصية والأمان هنا التحقيق بخطوتين فعلوا هذا الخيار بس دائما خلوا إياه بريد إلكتروني لأنه بدون بريد إلكتروني إذا نسيتوا كلمة السر رح ينحذف حسابكم نهائيا أيضا أتمنى استفاديتوا من الفيديو أمانة كنا ندخل على هذا الفيديو يستفاد منه يدعم قناتي برلين بعين عربية باشتراك ولايك ويفعل زر الجرس حتى يوصل لكل شيء جديد من عندي مع تحياتي من برلين عاصمة ألمانيا مع السلامة أي سؤال أو استفسار أي مشكلة كتبوها بالرسائل الآن حاضر شكرا لكم مع ألف سلامة الاشتراك مجانا تفعيل الجرس مجانا فرجاء نشترك بقناتي فعل الجرس أمانة أما تاخذ المعلومة وتروح حاسبك أمام الله لأنه أنا يعني اللي يدخل علي وياخذ المعلومة ويروح هو ضرني أكثر من ما نفعني لو راح على أي مكتب راح يأخذ منه 25 دولار 30 دولار وممكن يكون مؤمين ويهكر حسابه أمانة الاشتراك وتفعيل الجرس تحياتي لكم مرة ثانية